حقيقة الامر يا سادة بجد خلاص احنا عرفناها احنا ما بيأثرش فينا رفع فايدة ما بيأثرش فينا توفير سلعة ما بيأثرش فينا اي حاجة الشيء الوحيد اللي بيأثر فينا بالدليل وبالتجربة اسأل اي حد في الشارع اسأل اي مواطن النهاردة شافوا هو بيعدي ربع جنيه الدولار سعر الدولار هو ده التدخم عندنا في مصر هو ده التدخم خلاص بايت وانت مغمض كده هو بكام زاد يبقى كذا يبقى كذا فيه يبقى كذا ما فيه الدولار يتحكم بشكل قوي فيما يحدث طبعا الدولة بتقوم بجهود حسيسة علشان الدولار يبقى موجود والدخل الدولار يزيد وتقلل الدولارة وتقلل اعتماد الناس على الدولار والشهادات علشان ما حدش يروح يجيب دولار يعني انا توقعي مثلا انه الفترة الجاية دي ممكن بفيه شهادات اخرى انه الناس وعلى فاكرة كل الناس اللي فاكرة انه المصريين ما بقاش عندهم نفس الثقة في الشهادات بتاعت البنوك روح تشوفوا الارقام ارقام مزهلة للناس اللي لسه الغاية دولارة بتروح تحط فلوسها في الشهادات هناك ثقة للمصريين في هذا الامر يرون انه مورد جيد جدا فكل الناس النهاردة اللي وقف عند الربع جنيه ده انت قدامك ثلاث احتمالات واحد زاد ربع جنيه وحيرجح تاني اتنين زاد ربع جنيه وحيوقف هنا شوية ثلاثة لا ده درجت درجت هو قاني واحد من الثلاثة دول العلم عند ربي وعند القائم على خزانة الدولار في مصر هو يعلم هو عنده قد ايه هو يعلم هو يقدر يقف قد ايه ويسنت قد ايه ان شاء الله خير وان شاء الله تعدي وان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة كبيرة